يعيش أهالي قطاع غزة ظروفاً إنسانية لا تخصف وسط تحذير متصاعدة من هجوم وشيك للاحتلال على القطاع وفيما تحولت أجزاء واسعة من غزة إلى جحيم لا يطاق تحت وطأة القصف لجأ مئات الألاف إلى مدارس الأنروا بحثاً عن ملاذ أهم جثث باتت تملأ المكان وأحياء يبحثون عن الأمان ولا يجدوا سكان غزة بين جحيم اللجوء الجديد ونار الموت أزمة إنسانية كارثية لا تصف سكان تائهون في الشوارع يبحثون عن ملجأ من الموت المتخاطر عليهم من قنابل الاحتلال ويجدون أنفسهم أمام سؤالين إلى أين نذهب وإلى متى سيستمر الضرب والموت من لحظة ما رموا المنشير والواحد على أعصاب وهيك شادة بزات فترة الليل نحن عارفين نطلع قالوا توجهوا على الجنوب فيش مواصلات الشارع صلاح الدين مغلق سيارات فوق بعض انضربت السيارات في الليل الأولاد برتميوا في حضن الواحد بصيروا يعيطوا يبكوا يحمونا يحمونا كيف نحميهم؟ بيش نحميهم؟ وإحنا طالعين من الضار قاعدنا نبوز في حطان الضار هجرة هذه هجرة لا يمطلع لمعادي نتمنى العالم يطلع لنا وشوف كيف عايشين هم زي ما انتوا شايفين من حطان وضار ومية وعز لشوادر تفاصيل نزوح قاسية يعيشها أهالي قدسة من دون مأوى وطعام يتكذسون في جنوب الغطاع يفترشون الأرض أمام المباني وفي الشوارع بعد ان امتلأت مدارس الأونروا بالنازحين وفيما سعى مئة الآلاف إلى الاستجابة لأوامر الاحتلال بإخلاء شمال الغطاع احتشد آخرون في المستشفيات بحثا عن مكان للمبيت أو الطعام أو الشراب وكالة الأمم المتحدة لقوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من جهتها حذرت أن نقص المياه في قطاع قزة أصبح مسألة حياة وموت مشددة في الوقت ذاته من مخاوف انتشار الأوبئة في مدارس تستقبل نازح قزة ومن بين قصص الألم تبرز مأساة الأطفال فعلى كل خد صغير متورد جرح قائر أو قصة ألم تخيفهم أصوات القنابل والانفجارات فيش ناس بخاف وبرتعب وفي الليل يعني بحضن بابا وننا نكون وفيش مكان نروح نتخبى منه من القصف ولا من إيش فطول حياتنا بأس ومش عارفين كيف نقاض معاناة كبيرة يعيشها سكان غزة ورقم ما يلحق بأجسادهم من الألم وما يتجرعون من فراغ فلديهم من الصبر الكثير إذ لم تفلح مشاهد الموت والرعب في كسرهم أو التقليل من صمودهم ترجمة نانسي قنقر